شهدت شوارع حي منهاتن بولاية نيويورك ومدينة دالس بولاية تاكسس مسيرات حاشدة حيث انضم الألاف من النشطاء للتنديد بالاكتياح الإسرائيلي لمدينة رفح والاستمرار في الإبادة الجمعية ضد الشعب الفلسطيني كما نظم النشطاء اعتصاما في مدينة سياتل بولاية واشنطن حيث رفعوا لافتة تحمل أسماء الأطفال الشهداء في قطاع غزة الذين لقحت فهم دون سن السادسة في شوارع منهاتن ودلس وأسياتل الأمريكية لا صوت يعلو فوق أصوات المحتجين الجميع يرفع صوته ضد الاكتياح الإسرائيلي في رفح الفلسطينية والمطلب الوحيد وقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في أنحاء قطاع غزة مسيرات احتجاجية تجوب الشوارع الأمريكية رفضا للظلم وتكريما لأبرياء فقدوف العدوان الإسرائيلي وغضبا لأطفال قطعت أحوالهم قلوب العالمين ليرفع المتظاهرون في مدينة سياتل لافتات خلال فعلياتهم تحمل أسماء أرواح صغيرة دون السادسة من عمرها تمزقت بوحشية في غزة تحاكي ألم يمزق بين الحزن والغضب وعلى الرغم من التضييقات والاعتقالات تتواصل المظاهرات الطلابية التي اتسعت رقعتها في أكثر من 120 معهد وجامعة فالجامع يصر على مطلبهم بوقف التعاون مع إسرائيل بل ويطالبون بسحب الدعم المالي والأكاديمي والاستثماري من دولة الاحتلال ولحماية الطلاب الذين تجاوزت حملة الاعتقالات بينهم الـ 2500 محتجة انطلقت مسيرة ضخمة باتجاه معهد الأزياء للتكنولوجيا في مدينة نيويورك لحماية مخيم التضامن مع غزة من شرطة المدينة ومسيرة أخرى لحماية الخيم من جامعة شيكاغو بولاية إلينوي وتظاهر طلاب ونشطاء أمام منزل رئيسة جامعة جورج واشنطن التي رفضت لقاء الطلبة لمناقشة مطالبهم بوقف الاستثمارات في إسرائيل وفي جامعة كولومبيا أبدت عميدة كلية الحقوق بالجامعة الدعم لطلابها رداً على إعلان 13 قاضياً اتحادياً من المحافظين رفضهم تعيين خريج الجامعة المرموقة الصرخة التي أطلقها الطلاب في الشوارع الأمريكية لم تكن مجرد صوت عابر بل كانت صرخة تحمل في طياتها آمال وأحلام الشعب المظلوم إنها صرخة تحدي واقعية ومؤسرة تدعو إلى العمل والتغيير ولربما تكون هذه الصرخة هي البزرة التي ستنمو يوماً ما لتحقيق العدالة والسلام في فلسطين ولتشعل شمعة الأمل في قلوب كل من يشهد الظلم ويقاومه